ينضم إلينا من القاهرة رمضان المطعن مراسل القاهرة الإخبارية يعني رمضان بداية أرحب بك إذا وضعتنا في صورة كيف هو الإقبال على معرض الكتاب في أول أيامه نعم يعني تحياتي لك فيروز بالفعل يعني معرض القاهرة دولي الكتاب الذي انطلقت النسخة الرابعة والخمسين منه في هذه الدورة والذي تم افتتاحه اليوم بشكل رسمي ويبدأ غدا يعني يوم السادس والعشرين من هذا الشهر الجاري استقبال الجماهير هنا في أرض المعارض هنا التي يقام بها معرض الكتاب هذه الدورة وهذه الفعليات لمعرض الكتاب التي كما ذكرت يشارك فيها عدد كبير من النشرين والمشاركين في هذه النسخة من المعرض التي تبلغ ألف وسبعة وأربعين يعني دور نشر ومشاركين على كافة المستويات سواء العربية والمصرية والنبية أيضا يعني العديد من دور النشر المصرية والعربية والعالمية هذه النسخة التي ربما تتميز دي العام الثاني على التوالي باستخدام التكنولوجيا بشكل كبير والتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية التي تتخذها مصر للتسهيل على المواطنين بكافة الأمور خاصة المنصة التي تم إطلاقها هنا في معرض دور الكتاب وهي المنصة الخاصة بالمعرض التي تم زيارة حوالي 128 مليون زائر لهذه المنصة منذ إطلاقها وأيضا التي تقدم بعض الخدمات الخاصة بها سواء على مستوى الحجز الأونلاين للكتب أو الدفع المسبق للكتب بكافة أشكالها أيضا والتعرف على المزيد من مواعيد الندوات الخاصة بمعرض الكتاب التي تبلغ 500 ندوة ثقافية تضم بين جنباتها مختلف العناوين الخاصة بها والرموز والكتاب ورموز الثقافة العربية والمصرية هذه المنصة التي تم إطلاقها تستطيع من خلالها أي مواطن منصري أن يقدم أن يتم حجز العديد من الكتب وأن تصل إليه من خلال البريد المصري أيضا بالإضافة إلى ذلك هناك استخدام آخر للتكنولوجيا من خلال جناح الطفل الخاص بمعرض القاهرة الدولي الكتاب التي تكون الشخصية لمعرض الطفل هذا العام هي مصطفى كيلاني هذه الشخصية التي لها العديد من القصص والروايات الخاصة يتم استخدام التكنولوجيا من خلال خاصية الـ VR وهي النظارات ثلاثية الأبعاد واستخدام المجسمات الخاصة للأطفال من خلال سرد هذه القصص بمختلف الأشكال والمجالات أيضا هذا يعني معرض الطفل الذي انطلق للعام الثاني على التوالي بعدما كان توقف لعدد من الدورات ولكن هذا المساحة الكبيرة التي أعطتها إدارة معرض الكتاب لجناح الطفل ومعرضي على المساحة الكبيرة تبلغ حوالي 400 متر من خلالها استخدام التكنولوجيا بكافة ألوانها وأنواعها وكذلك استخدام التفاعلات ما بين الأطفال وبعضهم من خلال العليات التي يتم تنظيمها الزمير الرمضان أشكرك رمضان المطعنين ورسل القاهرة الإخبارية أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات كنت معنا مباشرة من معرض الكتاب في دورته الرابعة والخمسين وفي أول أيامه شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر